عبر الأقمار الصناعية من القاهرة معي دكتور رشاد عبدو أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية مساء الخير هذه العملة مع تقلباتها في المرحلة الأولى ومع أسعار قياسية التي تصلها وكما قلنا في تقريرنا التي لم يسبق لها مثيل منذ دخول الانترنت إلى عالمنا ماذا تعني اقتصادية؟ تعني فقاعة من الآخر فقاعة يعني احنا عارفين دايما العلم يتقدم بشكل كبير جدا والسلع يتحدد سعرها وفقا للقوى العرض والطلب الطلب عليها كبير قوي تعرف في بداية السنة كان بيزبع بكم؟ بألف دولار على سبيل المسائل وصلت في سمتمبر إلى حوالي 5800 دولار في نوفمبر تعدت لـ 12 ألف النهاردة بنتكلم عن 15 ألف ونص 16 ألف وبالتالي التفاوتات كبيرة جدا والقفازات كبيرة جدا تبدأ ليه؟ لأن عدد الوحدات المطلقة منها محدود نسبيا 16 مليون و700 ألف بينما الطلب عليها كبير جدا وبالتالي نطبق قاعدة رأسميلية أي سلعة الطلب عليها عالي جدا والمعروض منها محدود نسبي أو سابت لابد السعر يطلع لكن الخطورة فيها بقى زي ما حضرتك والتقرير كان بيتكلم عنه نقطة مهمة جدا طب لغاية إمتى الطلوع طب إذا كان ده مش قيمتها طب قيمتها الحقيقة كام طب هل ممكن يحدث انهيار في وجاء هيحدث الانهيار بلا جدال بدليل ده زيه زي أي عملة وزي البورصات وزي ما شفنا الأزمة اللي ناشعت في العقارات في أمريكا ده كله بيقول إيه؟ عرض كبير قوي ما فيش ضمانات عالية جدا فيه مخاطر عالية جدا هتفضل تطلع بشكل غير مبرر لغاية ميجعا لوقت معين تتم عملية تصحيحية ومع العملية تصحيحية ممكن يبقى فيه انهيارات كبيرة جدا وخسائر كبيرة جدا نقطة مجددا لنبدأ بأولها لنبدأ بأولها دكتور رشاد سأتطرق لكل نقاط التي ذكرت موضوع التقلبات هذه طبيعية إذن في هذه المرحلة مش طبيعية مطلقة لأن ما فيش قفزات بتتم بشكل ده أنا بقول لحضرتك في سنة واحدة ترعب من ألف لخمستاشر ألف مفيش لبورصة ولا عملة بتطلع بالمقارنات دي وبالنسب دي فالارتفاعات دي أكتر من الطبيعية بلا جدال هي أكبر كثير جدا من النسب الطبيعية وبالتالي دي اللي بتقلق المستثمرين وتخوف المستثمرين لأنه في كثير من المستثمرين بيعتمد على إيه؟ طول ما الحركة التصعودية طلعها أنا أشتري ليه؟ هشتري بخمستاشر لنبوكرة بعشرين وبعشرين وبعشرين وابيع ومن ثم النسب بتأمل وبتطمع كثير في الأرباح الحادة اللي في مدى زمن قصير وده اللي بيخلي التفاوتات بتزيد قوي ده اللي بيخلي النسب تزيد قوي الحركة التصعودية تزيد قوي لأنه زي ما قلنا مازال الطلب أكبر كثير جدا من المعروض ومن ثم طول ما الطلب عالي على سلعة ما تطلع البيتكوين تطلع أي سلعة أخرى ده بلا جدال بيرفع السعر بشكل حاد وكبير جدا طالما فيه فجوة والفجوة كبيرة بين العرض والطلب طيب لماذا الطلب عالي؟ لأن زي ما حدك شايفة الأرباح فيها عالية جدا بشكل حاد بنتكلم عن ألف في أول السنة وجوة 16 ألف بنتكلم عن نوفمبر الشهر اللي فات كانت بـ 12 النهاردة بـ 16 بنتكلم عن سبتمبر كانت 5800 النهاردة بنتكلم عن 16 فالأرباح الكبيرة جدا مغرية كثير جدا من المستثمرين وإحنا عارفين المستثمرين التالت أنوايا والمستثمر لا يعد بأنه من الناحية الاقتصادية إعذرني لا يعتبر من الناحية الاقتصادية بأنه يخاطر خاصا بأنه هو طبعا ملم بهذا الموضوع وحدث على مر السنوات لتحدث عن فقعات عديدة وطبعا تعرفه حضرتك دكتور رشاد يعني لماذا يخاطر هل من نسبة أمان إذا صح التعبير بالبداية الأولى بالمرحلة الأولى من هذه الفقاعة البيتكوين يجعله يخاطر لكي يستفيد لا المسألة زي ما كنت رسا بقول لحضرتك المستثمرين أنواع فيه ثلاث أنواع من المستثمرين فيه المستثمر المتحفز اللي بيحب الأمان قوي ده ما يخشش في المسألة دي وفيه المقابل اللي بقى المستثمر المخاطر المضارب اللي بيهمه عنصر واحد بس الربح أيا كان درجة المخاطرة وبالتالي ده اللي بيلعب على البعد ده لأنه شايف إنها في عدة شهور ارتفع بالشكل ده فده بيدي له أمل إنها هترتفع تاني فبيقبل على الشراء علشان يكسب ما يسمى بالأرباح الرسمانية اللي هو الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع طيب لغاية إمتى كما سألت حضرتك ببداية الحديث دكتور وما الذي سيحدد زمنها ده تعقف على الأطماع اللي موجودة عند الناس وعند المستثمرين طول ما المستثمر لسه عنده أمال إنها تزيد فتفضل تزيدها حتى توصل ممكن لغاية للمئة ألف إنما يوم ما يبتري يبقى فيه بقى أي أزمة زي للأزمة العقلية التي تمت في أمريكا أول ما يبتري يبقى فيه بداية أزمة والناس يبتري تتخلى عنها هتحصل الانهيار الفجائي وانهيار كبير جدا 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 وفي مدى زمن القصير العملية التصحيحية متى؟ بالضبط بالضبط عملية التصحيحية يجب أن تتمت ذكرت من ضمن النقاط بأنه هذا ما يجب أن سيبقى هذا الارتفاع غير المسبوق إلى أن نصل إلى العملية التصحيحية بالضبط والعملية التصحية محدش عارفها تبقى إمتى لأن طول ما فيه ارتفاعات وطول ما فيه أطماع عند الناس مش هتتوقف إنما الحركة التصحية هتيجي نتيجة هزة معينة قوية تبتري توقف المسار مع التوقف يبتري كتير من المستثمرين يقلع وبيزاك تلاشترا في السهر الأولي يبتري يبيع مجرد ما يبتري يبيع هيزيد المعروضة عن الطلب وإذا يبتري يخوف كتير من المستثمرين اللي هيتخلصوا منها وبتري يحصل الانهيار في أسعارها شكرا لك دكتور رشاد عبد شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا من القاهرة أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة رئيس المنتدى المصري للدرسات الاقتصادية والاستراتيجية شكرا لكم